مشاهدينا مساكلون الله بالخير وأرحب فيكم من أكبر حدث ترفيه عائلي سنوي مهرجان الشيخ زايد هذا المهرجان اللي يجمع جميع الناس على الفرحة والترفيه أكيد في مكان واحد وكلنا عارفين أنه في أكثر من 27 دولة مشاركة في هذه النسخة من المهرجان وإن شاء الله من خلال تغطياتي ونقلاتي معاكم ببين لكم إن شاء الله أكثر عدد من الدول المشاركة إن شاء الله في مهرجان الشيخ زايد وأنا حاليا موجود أمام جناح دول الخليج واللي يستضيف دول الخليج نفس ما شايفين من اسمه أكيد لو نقدر نشوف اسم الجناح فوق وحتى تصميمه تصميم رائع ولا أجمل أكيد يعني الناس بدل لا تسافر وتروح إلى البلدان الثانية تقدر تزور مهرجان الشيخ زايد وتتعرف على ثقافات العالم وتتعرف على ثقافات الدول الأخرى أكيد في بيئة ترفيهية وجميلة وممتعة مليئة بالألفة مليئة بالمجتمع الحماسي وأكيد الناس اللي حابة أنها ترفه وتغير جو أكيد دخلنا الحين إلى هذا الجناح نقدر نحصل بعض الثقافات وبعض أيضا الأشياء من كل دولة معينة من دول الخليج يعني يقدر الناس يحضرون ويوين هنا ويتشرون ويأخذون مثلا العبي عندنا الكنادير عندنا البخور العطور الشماغ يعني كل شيء تحتاجونه من تصوق لكم بتحصلوه في الأجنحة المعينة للبلدان إذا حد يبقى شيء من البلاد المعينة يقدر إيه مهرجان الشيخ زايت ويحصلها موجودة في الجناح المتخصص في هذه البلاد المعينة أكيد فالأجنحة كلها متواجدة هنا أكيد لخدمة الجمهور وموجودة لاستقبال الزوار وأكيد الجمهور ونفس ما قاعدين نشوف أيضا في الكثير من أشيال والعبايات وحتى بالنسبة للأسعار إن شاء الله الأسعار تكون حلوة للحضور والزوار غير هذا نقدر نشوف البهارات والإبزار المختلف يعني متعة كاملة فزيارة مهرجان الشيخ زايت أمر لا بد منه أكيد للتسوق للشراء لاستكشاف الأشياء اللي ديدة لأيضا النظر إلى يعني نقدر نقول هذه الأعمال الفنية الجميلة فكل يعرض فنونه في هذا المهرجان وكل فنان عنده مساحة للإبداع وكل حاضر وكل مشارك عنده مساحة للإبداع وأكيد بيطلقى الناس والحضور أكيد اللي يعني أكيد يثنون على هذه الفنون الجميلة نفس ما قاعدين نشوف اللي موجودة في جناح دول الخليج جميلة جدا يعني أكيد الصورة اللي قاعدين نشوفها والأشياء اللي قاعدين نشوفها حين قدامنا إذن مهرجان الشيخ زايت هو مستقبل لكم جميعا للترفيه هو لأيضا تغيير الجو والاستمتاع مع الأسرة والعائلة الكثير من المطاعم المشاركة نتكلم عن أكثر من 90 مطعم محلي وعالمي مشارك وأكثر من 25 ألف فعالية ترفيهية عالمية إذن ما زلنا مستمرين معكم مشاهدين في تخطيتنا لمهرجان الشيخ زايت